اهلا وسهلا مجيكم بعد الفاصل في الفاصل اولاني عملنا الاشطال بيتي وعملنا الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا مقدرها كمان بسيطة يعني خدنا شوية سكر على شوية نيشة على شوية لبن وعندنا نص كيلو كنافة وعملنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما قلتلكم ولا اجدى حلواني ممكن تجيبي من عنده صنيت الكنافة دي كيفية ان انت عاملها على اديكي وبتقدميها بحب وبتقدميها كده بفرحة لولادك واب ولادك كمان ده بقى يا جماعة ده صد كبير صد مستطيل كبير عملته في البيت عندي وبيتقطع بقى قطع زي بصوا الحلواني بالزبط يعني مش حرميكم من حاجة دلوقتي بقى وصلنا للفقرة الطبية فقرتنا النهار ده برعاية فيتار مجلوبل وخبيرة التغذية العسل اللي دايما منوراني علا زيك يا لولو سمع خيام حامل ايه اهلا بيكي فيتني اهلا بيكي انا عايزة اقولك بس يعني احنا شامل عذاب اه جدا جدا انا مش ادرك حب سراحة صلهم اني ساهم انا عايزة اقولك انا بتعذب والله يعني اللي اشتا شكلها من جوه فظيع فظيع هنعمل ايه طيب الاول بصيل انا اه ارفعي وشك كده ما تبصيش لتا ننسى الكنافة وننسى الريحة طب احنا مش هنبص الريحة صعبة اهلا بس احنا بنعمل حلويات بمنتصقة وبمنتهى الامان لان انتوا دايما بتدونا الامان اه لا اهو انا جايبانك مفاجآت كتير قوي طيب منسبة ان احنا اول مرة معيكي على قناتين النهاردة تمام ومنسبة ان احنا في شهر رمضان والحلويات والقطايف بقى وشهر الاكلات الحلوة زي ما بنقول عليه انا بس عايزة هنق كل الامة الاسلامية الاول بحلول شهر رمضان اه ويا رب الشهر ده يكون نهاية الكورونا ونهاية العزمة وكل حاجة ترجع لطبيعتها تان ان شاء الله يا رب النهاردة فيتور ميطلوبل جايبة كورس اول مرة ينزل على مستوى عالم التخصيص ياه ما نزلش قبل كده اه الكابسولة دي بقالها تقريبا شهر ونص تحت التجربة عشان تثبت فعاليتها الاكيدة ونتأكد من النتيجة اللي احنا هنطلع نقولها دلوقتي تمام النتيجة دي مخصصة لشهر رمضان بس النهاردة في كورس وعليك كورس دي هيكفيك لمدة شهرين بلوس ان انت ممكن تتكسف الجرعة وتخليها خلال شهر رمضان بس توصل لنتيجة مش طبيعية في الكورسين اخدهم في نفس مدة الكورس الواحد بالزبط صح كده انت هتطلب ان انت الجرعة تتكسف اه بس مش اكتر انت بمجرد ما تتواصل مع اخصائي التغذية والفريق الطبيع عندنا في الشركة هتقول له لأ انا عيد شهر رمضان بس الناس مثلا اللي عندها مناسبات علينا الناس اللي عايزة تخرج من رمضان للعيد بشكل كويس ولازم نخلينا فاكرين ان رمضان دايما لازم نستغله طب انا ازاي هخص في رمضان ازاي هخص في رمضان وانا ببقى بعد الفطار عايزة حلي وعايزة اكل كنافة وعايزة اكل قطايف وعالفطار بنبقى عاملين كل الاكلات طب هخص ازاي ما انا عايزة اكل انا قلتلك ما تاكلش انت هتاكل كل حاجة بس ننظم دا مع بعض ومن خلال الكورس بتاعنا النهاردة كورس شهر رمضان يا جماعة حلو كبسولة جديدة بلازم دي كورس اللي عليها هدية مخصص للنحت وشد التراهلات يعني هيركزني على منطقة البطن هيركزني على منطقة الارداف الجناب التكتلات اللي بتبقى في الضهر اي منطقة فيها تجمع دهون الكورس بيركز عليها النهار يبقى كورس وعليه كورس هدية بيخصصنا في خلال الشهرين ممكن نوصل لتلاتين كيلو لان يا رب يد خلال الشهرين لو والله انت عارفة تلاتين كيلو يعني انت بتحولي إنسان لإنسان تاني خالص هو بيخرج حاجة تانية من جوا وخصوصا الستات يعني انا بحب اركز قوي مع الستات لان حياتها بتختلف تماما هي بتبقى حاجة وبعد ما بتخص تبقى حاجة تانية خالص بيرجع لها ثقاتها في نفسها بيبقى وشها منور وهم حاجة ان احنا ما نبقاش قلقانين ان احنا هنخص وشنا هيفضل منور برضو زي ما احنا زيك كده يا عالي انت دايما بقول لك على طول كل مرة بقول لك انت فعلا نموذج لخبيرة التغذية اللي بتاكل كل حاجة بس بتحافظ على نفسها وبتاخد الكرس بأمان وزي دايما لقوله لها تقول لي مثلا ساعته تتصل بيه تقول لي انت نهار ده عامل ايه في الحلقة اقول لها حلوية تقول لي هاخد الكابسول قبل منزل على طول فعلا كده مش عاملين نفسنا انا عايزيهم ياكلوا كل حاجة ما يحرموش نفسهم من اي حاجة رمضان شهر الاكلات الحلوة نستغير الشهر ده هنأكل فيه كل نفسنا فيه بس هنقلل الكميات دي وده اللي هتعمله معنا الكابسولة بتاعت شهر رمضان نسأل عن عرض شهر رمضان النهاردة بخصم السبعين في المية لحد الساعة 12 وشحن مجانا لكل المحافظات يعني الخصم سبعين في المية الخصم سبعين في المية سبعين في المية على الكرس تعالي بصي انفنتها كده لحبيبنا اوكي والشحن مجانا لغاية باب البيت والمتابعة كمان بالتليفون مجانا صح كده؟ صح نظب وهتاكلوا كل اللي انتوا عايزين اهم حاجة ان احنا نركز على موضوع الاكل بصي الفكرة اللي انا قلتها وهفضل اقولها دايما ان انت تنظم حياتك حتى بعد اما تخلص الكورس معنا لازم تعيش حياتك بشكل منظم تعرف هتاكل ايه هتاكله امتى طول ما انت منظم الاوقات اللي انت بتاكل فيها منظم الطريقة اللي انت بتاكل بها هتعيش في حياة صحية مش هتتعرض للي سمنة مش هتتعرض لامراض تانية اللي سمنة بتكون بوابة لها طيب خلينا بقى انفصص الكورس بتاعنا واحدة واحدة كده كورس بتاعنا النهاردة مكون وانا انه هو كورس وعليه كورس هدية هيوصلك على البتين كابسولات على البتين نقاط على البتين اعشاء تمام اتنين 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 يعني هيوصلك ست منتجات الكابسولتين بيكونوا مختلفين عن بعض طب ليه هيكونوا مختلفين عن بعض لان احنا الكورس تكميلي البعض قلنا ان الكابسولة الاولانية ليها وظيفة والكابسولة التانية كابسولة النحط اللي هتركز على البط والارداف واي منطقة فيها سمنة موضعية طيب الكابسولة الاولانية هتعمل لنا ايه الكابسولة الاولانية هتسدي لي الشهية بنسبة 80% 80% على الساس من 20% اللي انت سايباه لهم دول عشان تأكل يأكل اي حاجة بالزبط كده طيب 80% دي أنت عارفة أنا بسمي الكابسولة دي كابسولة الدمار أو انتقام غير أي نسبة ألياف في أي كابسولة موجودة معنا قبل كده نسبة الألياف اللي فيها النسبة هتبقى خايفة في شهر رمضان أن الألياف عشان مفعولها يشتغل في المعدة تبقى محتاجة ميا كتير لا الكابسولة بتاعت النهاردة مش هتحتاج أكتر من كوبايتين من مياة اللي أنت هتشربهم بعد ما تاخد الكابسولة يعني مش هتحس بعطس بلوز بقى أن هي بمفعولها ممتد 24 ساعة يا نهارا بيد يعني أنا مثلا أخدها بعد الفطار تستمر معايا المفعول بتاعها ممتد الحد بعد الفطار الناس لما نقول لها ناخد الكابسولة بعد الفطار طب ليه ناخدها بعد الفطار طب أنا في الفطار بيكل كل حاجة عشان مفعولها قريدي يشغل معاك 24 ساعة وعشان تمتص كل الدهون بقى اللي هتبقى في أكل الفطار كمان معنا نسبة الألياف اللي موجودة في الكابسولة كمان هتساعد على امتصص الدهون الزيادة اللي هو أنا مش هتخلصت من الدهون اللي موجودة في جسمك بس لا دي كمان الدهون اللي أنت هتدخلها لجسمك هي هتاخد النسبة اللي جسمك محتاجها بس والنسبة الباقية تتحول لعملية الإخراج وتخرب في الفضلات حلو جدا طب اممم دي الكابسولة بتاعتنا النهاردة كابسولة شهر رمضان طيب تاني حاجة هتلعب لنا عليها هتلعب لنا على تفتيت الخلايا الدهونية اللي أنا مخزنها من سنين فاتت الدهون اللي بقت صعبة وعنيدة ومش عارف أنزلها بأي نظام دايت الدهون دي الكابسولة بتاعتنا النهاردة هتساعدني إن أنا هتخلص منها طيب نيجي على تاني كابسولة بقى كابسولة النحت هتعمل لي إيه كابسولة النحت الكابسولة دي هتنزل على أماكن السمنة الموضعية أنا عندي دهون يعني إيه يا أولا؟ يعني أنا عندي دهون أنا شكل جسمي كله متضبط أو جسمي تخيم بس عندي منطقة البطن فيها دهون أكتر دهون صعبة فالكابسولة هتنزل هتبقى عارفة إن هي رايحة لمنطقة البطن تفتتلي الدهون العنيدة البيضة اللي في منطقة البطن طيب أنا لما خصت وبطني تنزل هيبقى فيه تراهلات؟ لا مش هيبقى فيه تراهلات مش هيبقى فيه سلولات مش هيبقى لأن المفروض الطبيعي إن يبقى فيه ده اللي يحصل لا إحنا الكابسولة بتعالجنا النهاردة بقى بتعالج التراهلات بتعالج السلولات بتعالج بتعالج الستريتش ماركس ما بتخليش أي أثار بعد بنخس يعني بتخسي وبتنحطي جسمك كأنك عاملة عملية نحت بعملك تفميم وبعملك نحت بكابسولة عصبية من 100% وكلها كلها عشاب طبيعية؟ بالضبط ما فيهاش أي كيميكا الخاص؟ خالص داخل الكورسات بتاعتنا الكورسات شركة فيتور ميجلوبل كل منتجاتها عشاب طبيعية بنسبة 100% تمام؟ طيب نيجي بقى على النقاط آه إحنا تتكلمنا على الكابسولة إحنا تتكلمنا على الكابسولة وقطينا كل حاجة عنها بالضبط نتكلم بقى عن النقاط واحدة واحدة النقاط هتعمل لي إيه؟ النقاط ناخد بالنا يا جماعة جدا من النقاط النقاط بتعليلي معدل الحرق الجسمي أربع أضعاف لأن إحنا في رمضان هنأكل وهنأنتخ طبعاً فأنا مش هقول لك انزل تماشى مش هقول لك ألعب رياضة مش هطلب منك كل الحاجات دي وقريت دي إحنا كده كده الدنيا في حظر وكلنا قاعدين في البيت فإنت قاعد في البيت هتاخد جرعة النقاط هتعلي لك الحرق بتاعك أربع أضعاف بلاصة نية معززة بفيتامين دي عشان الناس الكبور في السن الناس الكبور في السن يبقى عندهم مشكلة بسبب السمنة مشكلة العزام مشكلة المفاصل كل المشاكل دي بتأثر على حركتهم فبالتالي أنا لازم أعززهم الحرق في جسمهم في ناس بيبقى عندها مشاكل في الغدة أو عاملين استقصال للغدة تماماً فالنقاط دي بتعالج لي كل المشاكل بتاعة الحرق في الجسم بلاصة أنها بتوعيد بناء الكتلة العضلية طب الكتلة العضلية ليه بتوعيد بناءها عشان احنا كل ما بنكبر في السن كل كتلتنا العضلية متتبقى خاملة طب استني نقف بس لغاية موضوع الكتلة العضلية ناخد هند على التليفون ونرجع يا هند أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك إزايك يا هند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك أنا حابة بس أشكر خبرية التغذيع لأنها بصراحة عاملة مبهول معي جامد جداً أنت بتتابع معها؟ أه متابعة معيها أهلاً أبقالي تقريباً داخل على صهرين دلوقتي وطلبت كرسي تاني إن شاء الله أنا كنت أخدأ كرسين واخدت واحد تاني وآه الحمد لله يعني نزلت وزن كبير جداً أنا كنت 93 ودلوقتي الحمد لله بقيت 79 نزلت تقديت 79 حلوة جداً يا هند يلا كميلي بقى فأنا حابة أشكرها جداً هي يعني حد كويس جداً أنا مش عارفة أقول لها إيه يعني أنا مهما أتكلمكم بصراحة يعني بس أقدر أوصف لها اللجوهية من ناحيتها بصراحة طيب قولي لي يا هند الفترة دي كلها أنت حاسة بأمان يعني ما تعبتيش لو قدر الله من حاجة مش حاجة أثرت عليكي كله تمام الدنيا أمان 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 تمام والله أنا بالعكس أنا كنت قبل كده لما كنت بعمل ضايق كنت بحسة أن أنا أفتانة وضعبانة كده وشكل وش يبان علي أما دلوقتي والله ولا حاجة خالص يعني عادي وبتاكلي كل حاجة يا هند مش كده؟ آه والله يعني دلوقتي في رمضان بتاكلي بعد الفطار حلويات وعصائر وسكريات وكده عادي جداً والله يعني أكد يعني عايز أقولك أني عما تقولي كولي بقلبي جامد يعني أنا مش عايز أقولك أني أشوفين حد درجة تقليك كمان كمان آه يعني لا أوه صراحة أنت كويس جداً أنا ما بتحسيش بجوع ولا ولا هالات الوش دي ولا الصمار تحت العين ولا هالات حاجات دي ولا هبوط فجأة ولا رعشة في الإيدين ولا شعر بيوقع ولا الكلام ده خالص دنيا أمين معك أنا بالعكس حسن أنا يعني مدارة وش رجعت لي أحسن الأول وخذ دي بقى جداً وحاجات حلوة كده ربنا يديك الصحة والعافية يا هند يا رب أنا حقا أشكرها وقولها شكراً أن أنت عملت كده معايا وهي أضع مني سنن يعني بس لأ هي بالنسبة لنا حاجة كبيرة جداً يعني ربنا يا خديك يا هند تعيشي علا وكل خبراء التغذية في فيتارم جلوبال وكل الفريق الطبي كمان اللي بيقاعد مستني تليفوناتكم كلهم ما يتخيروش عن بعض كلهم أحسن من بعض كلهم على أعلى مستوى موجودين بس عشان خدمتكم اتصلوا على أي رقم من الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة هتلاقوا فريق طبي كامل بيرد عليكم زائد الصفحتين على الفيسبوك هننزلهم لكم دلوقتي عندنا فيتارم جلوبال بالإنجلش وعندنا فيتارم جلوبال بالعربي وأرقام التليفونات اللي موجودة قدامكم عشان تحصلوا على الكابسولة الجديدة اللي عقولها جايبها لنا النهاردة كابسولة صهر رمضان بالمميزات الجبارة اللي قالت لنا عليها زائد كمان خصم 70% والكورس عليه كورس هدية والشحن مجانا كل ده عن طريق التليفونات اللي موجودة بس قدامكم على الشاشة متاخدوش أي أرقام من برا اللي موجودة بس قدامكم طيب إحنا وصلنا إن إحنا كنا بنتكلم على الكتلة العضلية قبل من نكمل بس كلامنا عن الكتلة العضلية أنا حابة أنا اللي أشكر هند لأن هند من الناس القريبين جداً لقلبي في المتابعة بتاعتنا شطرة جداً بتسمع الكلام قوي بل بالعكس بتنفذ أكتر من اللي أنا بقولها عن بها إرادة يعني جداً أول ما جات لي جوزها كان متردد ولأ ده مش هيجيب نتيجة وهي كمان مترددة بتقول لي وهو ده كلام تلفزيونات أنا هسألك بس ما تدعليش مني فقلت لها لأ بوسي إحنا مش هقولك نجرب إحنا هقولك ناخد الخطوة دي مع بعض بعد أول أسبوع لأ هند كانت بني قدمة غير اللي كلمتني فرق أول أسبوع خالص دلوقتي هم كملة بلوش كمان إن هي أخت جوزها طلبت الكورس معاها هي أخدت هند أخدت آخر كورسة هتستعمله أخت جوزها بقى طلبت كورسة لما شفت نتيجة على هند وكلها فهند ده بدأ بيشجعوا بعض تعالي ناخد صورة حالة كده وإحنا عادينا بنتكلم كده يا أولاد نزلوا لنا يا جماعة صورة الحالة اهي اه دي كده قبل قبل ما تبتدي تاخد الكورس بالزفت بصوا بعد فرحانا لا سوفي الاختلاف أصلا يعني أم حنين كانت متابعة مع الأخصائية نوها يوسف تماما دي من أكفاء ناس عندنا في الشركة ما شاء الله يعني النتيجة دي كانت حصل بعد ثلاث شهور كانت فعلا مختلفة تماما فرقت 180 درجة هي ما كانتش مصدقة نفسها لدرجة إن هي جت الأخصائية نوها يوسف أو أستوزة نوها يوسف لحد الشركة عشان تشكرها من فرحتها وجت لها مخصوص عشان تشكرها لأ أنا لازم أجي أشكرك أنا شو مصدقة أن أنت وصلتني للنتيجة دي فنتيجة دي يا أم حنين وصلت لها في ثلاث شهور حلو جدا برافو عليك يا أم حنين والله كلنا بنشجعك وعايزين نشجع وندي طاقة إيجابية وندي أمل جديد لكل اللي لسا عادين دلوقتي بيفكروا مترددين أجيب الكورس أجرب ولا مجربش زي معقولة كده بتقول لكم بجملة التجارب اللي انتو عمليين تجربوها جربوا هاتو أبص الصورة هي معاكم قابلوا بعد هي شايفين ما شاء الله عليها فرق تقدير أنا بست عايزة أقولهم حاجة إن احنا النهاردة مش جايين نجرب يعني أنا ما بقولكش طاعة أجرب معي الكورس النهاردة تعالى أخد نتيجة مضمونة الكابسولات دي على ضمانتي أنا الشخصية يعني الكابسولات دي تحت التجربة بقالها شهر ونص يعني في حاجة كده ساكرتني مش عايزة أقولها بس حتاري بعد أن أنا أقولها إن الكابسولة دي في حد قريب مني جدا أريدي بدأت معايا بالكابسولة دي والكابسولة جايبة نتيجة حلوة جداata as listas ولا ما كنتش هتديال لأ مش هقول على ضمانتي الشخصية ومش هقولك تعالى وانت هتاخد نتيجة مضمونة من اول اسبوع سد شهية هتحس بيه من اول يوم من اول يوم هتستخدم فيك كابسولة هتاكل حلويات هتاكل بشمل هتاكل محاشي هتاكل البط هتاكل كل حاجة بس ننظمها مع بعض انا هزيبك تاكل كل اللي انت عايزه بس تاخد الكابسولة وتاخد النقط وتاخد الاعشاد في المواعيد اللي هنتفق عليها وبعدين نستغل الفرصة احنا داخلين على عيد لازم نقوي مناعتنا لازم نبقى بشكل كويس كل ده نستغله في عرض سهر رمضان النهاردة الكورس وعليه كورس هدية وكمان خصم 70% لحد 19 والشحن مجانا جدا عايزين ايه تاني عاملكوا ايه تاني عايزين ايه تاني علشان تبتدوا تاخدوا الخطوة وتاخدوا القرار وتطلبوا الكورس وعندنا زي ما قلت لكم الشحن مجانا يعني هيوصلكم لغاية باب البيت مجانا وعندنا كمان المتابعة في اي وقت مجانا اي سؤال اي معلومة عايزين تعرفوها عندكم فريق طبي كامل قاعد مستنيكم في فيتارم جلوبل بيرد على كل التليفونات وعندكم كمان ارقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة عندنا في الكورس في فيتارم جلوبل في مميزات مش هتلاقوها في اي كورسات تانية وده اللي بيميز فيتارم جلوبل عن اي منتج تاني موجود في السوق عندنا احنا بناكل كل اللي احنا عايزينه ما بيتحطلناش قوانين ولا قواعد احنا ما بحبش قوانين وقواعد خالص ولا اي حاجة في الدنيا ما فيه بني ادم يحب الروتين طبعا ان انا حطلك ورعة كده لاستطويلة كده طبعا ما تقولش كذا ما تقولش كذا ما تقولش كذا طب انت قريدي هتزهق وقريدي جسمك هيبتدي يتعامل مع ده بصورة غلط بالزبط انا دايما بقول ان الدايت السارم نظام الرجيم القاسي ده غلط بيجيب نتيجة عكسية بيجيب نتيجة عكسية بيوصلني لمرحلة ثبات الوزن لانا مش عايزة جسمي يوصل لها لما جسمي بيبتدي يثبت لان خلاص حاسس ان انا بحرمه من مخزون الدهون اللي عنده فاورادي بيبتدي يحتفظ بالدهون اللي موجودة انتي انا مش عارف انتي هتدخليلي دهون تاني امتى فبيوصل لي مرحلة ثبات الوزن فلما يحصل لي ثبات الوزن يحصل لي انا اكتئاب فلما يحصل لي كتئاب ارجع هيكل واكتر باعة من الاول شراها بقى في العكل بيحصل بوصل لمرحلة ان انا عندي شراها في الاكل باكل جعان او مش جعان صبح وبالليل فده طبعا غلط فانا ما بنصحش بالرجيم القاسي اطلاقا لا انت قدامك لسبايس ان انت تاكل كل حاجة انت محتاجها في نفس الوقت هتخص بامان هتخص بمتابعة طبية متكملة يعني الناس عندنا في الشركة الاخصائيين من اكفأ ااخصائيين التغذية اللي موجودين على مستوى مصر انا مش بقول كده عشان هم فريق الطبي بتاع شركتنا بس بجد الناس دي بتتعب كتير قوي عشان نوصل لنتائج مع العملاء بتاعنا تمام احنا اتكلمنا على الكابسولات وتكلمنا على النقط والنقط يا جماعة دي برضو من المميزات اللي موجودة في الكورس فيتارم جلوبل ان النقط بتخليكم تحرقوا دهون وانتوا قاعدين في مكانكم مش لازم تنزلوا وتماشوا ومش لازم تلعبوا رياضة مميزات خطيرة جدا جدا ومميزات بجد حلوة قوي موجودة في الكورس كل ده هتستفيدوا بي يعني وصل بقى دلوقتي للأعشاب الأعشاب دي انا بحبها جدا عارفة اول في ناس اول ما تسمع اسم الأعشاب ايه ده أعشاب او يا طرح هيبقى طعمها ايه طعمها وحش ورحتها نفازة مميزات ما بتسألني هتقول لا طعمها وحش غيرها لي بأي حاجة طب واحدة واحدة معنا كده جرات احنا الأعشاب بتاعتنا طعمها فروتي يعني طعمها مش وحش هتلاقي فيها نكهات نعناع هتلاقي فيها نكهات مختلفة جدا عشان تضيع الطعم بتاعي الأعشاب اللي احنا متعاودين عليه شربوا احنا سدين مناخرنا عشان نقرفونين من الريحة ومش مقزين من طعمها لا انا العشاب بتاعتي فروتي طعمها حلو جدا هتحبيها لما تشربيها في ناس بعد ما بتخلص الكورس خليه بتصب تصب الأعشاب بس لو عشان هي تعودت عليها الأعشاب بقى اللي في الكورس بتاعتنا النهاردة مختلفة احنا متعاودين بتعني ايه باقي يا اولا قمي احنا نقولها واحدة واحدة احنا متعاودين ان الأعشاب بتنقيدي جسمي من السموم وتنزلي المياه الزيادة لا الأعشاب بتاعت النهاردة هتدخلي في مرحلة الاسترخاء اللي جسمي محتاجها هتعزز هرمون السعادة عندي عشان ما تخلنيش احس باكتئاب او بقارة في ناس كتير تقولك ايه ده وهنا لما ياخد الكورس كورسات التخصيص معروفة اللي هي الكورسات اللي مش اصلية او الكورسات اللي بتبقى غير مناسبة للحالة الصحية بتاعت الشخص ده بتبقى بجيب قرق بجيب اكتئاب طيب انا هحس بقرق هحس باكتئاب ضربات قلبي سريعة كل الحاجات دي لا مش هتحس باي حاجة الكورس بتاعنا امن جدا مالوش اي اعراض جانبية فلوس ان الأعشاب هتدخلك في مرحلة الاسترخاء اللي انا قلت عليها هتعزز لك هرمون السعادة عندك هتخليك حسس اللي هو ايه ده انا مبسوط مفيش اكتئاب مفيش عارق يعني بخس وباكل كل اللي انا عايزه كمان مودي حلو بالضبط كده مودي حلو فلوس ايه بقى كبان يا شفت الأعشاب شفتي هند دلوقتي لما قلت لنا انا كنت خايفة انه وشي يخسه لما كنت بعمل دايت كان وشي بيخسه بيبان عليك لا انا عايزيك تخس او عايزيك تخس وانت وشك منور الناس مش اول ما تشوفك تقولك ايه دا انت تعبين ايه بالضبط لا انت خسيت ومع فيتار مجلوبا الاول ما الناس هتشوفك من اول عشر تيام هتلاحظ الفرق عليك وهتقولك انت خسيت فعلا ان شاء الله اشكرك يا علا شررسين يا حبيبي تاني وكل سنة وانت طيبة وانت طيبة يا رب النهر دا حلقتنا تكون عجبتكم في الفاصل الاوليني عملنا مع بعض الاشطة البيتي وطلعنا منها صنية كنافة تستاهل بققكم عملنا الكنافة بالاشطة البيتي النهاردة الفهنة وشيفة ليكم جميعا وعرفنا كمان مقدير الشربات المزبوط للكنافة يتبقى ازاي عشان ولا تنشف منك ولا تترى وكمان في الفاصل التاني كان معنا فيتار مجلوبال ومعنا خبيرة التغذية علا وقدمت لنا العرض اللي نتمنى ان الكل يستفيد منه اشكركم على متابعتكم الكريمة واشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في وصفات احلى واحلى ومن النهاردة اللي بكرة احسبكم في رعاية الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة